شارك سفير المغرب في الولايات المتحدة يوسف العمراني بمناسبة المنتدى العام لحلف الشمال الأطلسي المنعقد على هامش قمة واشنطن بمناسبة الذكرى الخامس والسبعي لتأسيس منظمة حلف الشمال الأطلسي شارك في لقاء حول موضوع الناتو يتطلع نحو الجنوب الأفق الاستراتيجي وعلاقات الشراكة وخلال هذا اللقاء صلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تاريخ الشراكة بين المغرب وحلف الشمال الأطلسي مبرزا أن المملكة ومنذ إطلاق الحوار المتوسطي سعت على الدوام بالنظر لدورها الريادي إلى إرساء تعاون ذي منفعة متبادلة مع الحلف بغية تنسيق الاستجابة للتحديات والتهديدات المشترك